السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير اهلا وسهلا بحضراتكم في قناة اتعلم سات النهاردة بازن الله جاي لحضراتكم بموضوع ان شاء الله يفيد كل المشاهدين على القناة عندنا اصدقائنا واخوتنا بازن الله في الفيديو ده هتقدر تعرف معايا نوع المعالج الخاص بالرسيفر بتاعك يعني كل رسيفر لمعالج طيب ايه المعالج ده او حضرتك تقدر تعرفه ازاي ده اللي ان شاء الله هنعرفه النهاردة مع بعضنا بخطوات بسيطة فلو لسه مشتركتش في القناة اشترك في القناة ودوس لايك للفيديو وتابع معانا الشرح اول حاجة نصلي على سيدنا رسول الله عليها افضل الصلاة والسلام تاني حاجة هندوس على زرار منيو من الرموت ده طبعا الكلام ده هيمشي على اي رسيفر ازا كان المعالج بتاعه سامبلس او ازا كان المعالج منتاج او ازا كان المعالج جي اكس هندوس على زرار منيو وهندور هنا على كلمة المعلومات في اغلبية رسيفرات السامبلس هنلاقي كلمة المعلومات او كلمة الاصدار او كلمة نسخة التلاتة معناهم واحد هنلاقيها جوه كلمة الضبط تمام هنلاقي كلمة المعلومات او النسخة او الاصدار جوه كلمة الضبط وفي بعض المعالجات الصام بلس زي اللي قدام حضراتكو ده هنلاقي كلمة المعلومات لوحدها زي ما حضراتكو شايفين في الصورة تحت خالص على اليمين علامة الآي هي دي الانفروميشن اللي هي معلومات الجهاز هندسقك على كلمة معلومات الجهاز طبعا هيظهر مع حضرتك كل بيانات الجهاز نسخة السوفتوير ونسخة الهاردوير وتاريخ الانشاء كل المعلومات الخاصة بالسوفتوير للرسيفر اللي قدام حضراتكو اي رسيفر هتمشي بيه على نفس الخطوات هتقدر تظهر بيه نوع معالج الرسيفر الخاص بحضرتك انا بالنسبة الجهاز اللي عندي زي ما حضراتكو شايفين المعالج 1507G زي ما حضراتكو شايفين نوفا برو ماكس ده الجهاز اللي قدام حضراتكو دي معلوماته ونفس الشرح هيمشي على جميع الاجهزة هتدور على كلمة من التلاتة اللي هقول حضرتك عليها يا اما معلومات الجهاز يا اما كلمة اصدار يا اما كلمة نسخة بس مش اكتر ده كان موضوع حلقاتنا النهاردة وتمنى ان يكون حضراتكو استفدته وما تنسوناش بالاشتراك في القناة واللايك للفيديو وانتظرونا في كل ما هو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته